السلام عليكم. نح restoredكم في دُغس جديد. اليوم ان شاء الله معدلنا الجزء الخامس من تشوية التوقي shaped the тебя yesterday realize, اليوم ان شاء الله كن بما يأتي أبنالكم أن ن vulد اليكم جزء 6 و الاخر ديت تشوية التوقي en qu dak tam i abdem ون كملكم الأسئلة من الشئ ذي تبقают و 분들께 أن تستطيعونakospr weiter تكن تطير فيها يوم الإمتهاء ونحن ن� Cancer Console. تجיבين vivo en qu CI jim il 3 باش في الفيديو الماجهج ان شاء الله ديتكم الجزء الأول للأسئلة اللي عندها علاقة الوقوف والتوقف وأنا أعطيكم جميع لك أو الحالات اللي عندها علاقة بالوقوف والتوقوف من بعد مدد لكم المرحلة الأولى من الدكت لكم الكثير لعنده علاقة بالوقوف والتوقوف فكيف ما كان أقول لكم قبل دكتشوفوا هذه الأسئلة اللي كان أعطيكم لده حال보得 شوية طرقي أو توقوف والتوقوف أو 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 حاولوا تشوفوا بعد المرحلة الأولى وضبطوا بعد دروس القواعد حيث لو يضبتي القواعد كن أكيد أن هذا شيء يأتي كلمة يعني يأتي سهل فقط كتطبق القاعدة لا أقل ولا أكثر إذن السؤال كيقول كالكواجب علي أن نغير الاتجاه على اليمين أو على الياسر يعني على اليمين ولا على الياسر دونك شنو كاللاحظ أنا هنا عندي عندي طريق أو اتجاه إجباري على اليمين بطبيعة لحالة تشوي العمودي كي بيلي هاتجي تشوي العمودي عندي دائري وملون بلزاق دي ما قلت كمين تلقى تشوي العمودي يعني بلاكة دائرية والقلب ديلا ملون بلزاق هذه علامة إجبار يعني كي يجبعك لفإضافorer游 geometry الحاجة اللي يجبعك لفإضاف personn Cheerpad في قلب هذه البلاكة الدائرية والا 모� Sc Hawai عندي واحد الأفليش أو واحد السهم كيقول ليمن يعني جاي الجهاد ليمن يعني كي يجبعك أنك تبع سف غادي سهم غادي الجهد ليمن يعني كي يقولك إجباري عليك الدوء على اليمين يعني يما منوнако عليك الدوء على الياسر فخص ينال تبع السف غادي إذا بما أنا عندي طريق أو هذي كتسمى طريق أو تجاه إجباري على اليمين يعني كي يجبارك تطور على اليمين إذن واجب عين غير تجاه على اليمين إذن الجواب الصحيح هو رقم واحد سؤال الموالي قلك هذا العالم ما كتعلم على ممنوع الموضوع على الراجلين ما كان كيتوجدوا بالأطفال أو ممر دي الراجلين إذن هنا كيف ما كتلاحظوا عندي تشوي العمودي متلت يعني انتباه خطأ أنا داخل مدينة طبعا عندي الطرطور عندي باين عندي بطيور تجمع ساكنها إذن أنا داخل مدينة داخل مدينة بينكو بالخطأ قولك يكون 50 متر يعني على بعد 50 متر هتلقى خطأ هنا كما كلاحظوا عندي راجل وتحت منهم خطوط ذلك الخطوط هما البصاش بيتو ممر الراجلين إذن الجواب هو القم 3 هذا ممر دي الراجلين غا باين غير من السوا أقلوا عليها السؤال الموالي قالك ابتداء من هذه العالمين يمكن أن ينسوك بصوعة عشرين، ثلاثين أو ستين هذه ما تسمى؟ كتسمى الصوعة الدنيا الإجبارية التي قلتها لكم في الأول قلت لك إذا كانت هذه مضغوبة بخطة حمر ما هو المعنى لها؟ قلتها لكم في الفيديوهات السابقة إذا لاحظتم هذه الصوعة الدنيا الإجبارية لا يوجد أي خطة حمر يعني مضغوب بخطة حمر لا، لا يوجد أيضا أنا عندي تشوير عمودي دائري وملون بزرقي يعني هذه علامات إجبار شنو كي إجبار تدير؟ يقول لك إجباري عليك تمشي بثلاثين كيلومتر للفوق ممنوع عليك تمشي بعشرين أو لابعشاء كيلومتر لذلك هنا كتمشي إما بثلاثين، أبعين، خمسين ويغادة بشرط ما تتعدش الصوعة المحددة إذا أنا عندي بطوية هنا عندي الطوطوة، عندي الطيق واسعة، عندي تجمع ساكني إذا أنا داخل المدينة داخل المدينة، الصوعة عندي محددة بستين كيلومتر يعني هنا إجباري علينا نمشي بثلاثين، أبعين، خمسين، ولا ستين ما خاصيش نمشي بقل من ثلاثين وكأن كانت هذه مدربة بخطة حمر قلنا هنا بإمكانك يعني كتولي بحل انتهاء الصوعة الدنيا الإجبارية يعني بإمكانك تمشيتها بعشرين كيلومتر أو لابعشاء ولكن بما أننا هذه مدربة ليش بخطة حمر إذا هنا كنمشي بثلاثين للفوق إذا هنا يمكنني نمشي بثلاثين أو بستين إذا الجواب هو الجوج وثلاثة لا يمكنني نمشي بثلاثين لابعشاء فوقها يمكنني نمشي بثلاثين لابعشاء من يمكنني أن تكون هذه مدربة بخطة حمر كنت نظر هذه واضحة السؤال الموالي قلتك المونعراج الأول وضائغ على اليمن وعلى اليسر لاحظ، من تلقى هذه الموثلات وتلقى هذه العلامة هذه يقولك يعني عندي بزبط الفيراجات يعني بحالي كنت أقوله ضرب الفيراج من الفيراج الأول على من كي يضع لاحظه، أنا أرسمها هاي لاحظ، هاي الطريقة كتبقى غادة 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 مقدة وكتجي وكتعواج هنا إذن الطريق اللي كتعواج كتعواج أولا على اليمن إذن أول فيراج سيضع على اليمن هو وباين هاتشوي العمود كي يبين لي هاتشي بأن الطريقة هي كنت غادة 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 وعواجت هنا عواجت على اليمن إذن الجواب صحيح هو رقم واحد السؤال الموالي قلتك هاد العلامة كتعلم موجود صيدات يا مركز الإغاثة أو مركز السيارات محوظ بالليل من تلقاه هاد العلامة كالهلال عرفوا بأن هادي مركز الإغاثة إذن تحتمنا ذلك ألف متر يعني على بعد ألف متر تلقى مركز الإغاثة ودك مركز الإغاثة تقدر تلقى في هاتف الإغاثة ودك مركز الإغاثة ودك مركز الإغاثة فالجواب هو رقم جوج سؤال الموالي قلتك هاش واجب عليان غير تجاه الليسر لاحظ أنا عندي هذا تشوير مؤقت منت القادمة قلتك بلاك في الأصفار عارفوا بأنه تشوير مؤقت فهذا تشوير عندي سام على الياسر يعني كيقول كلا بغتي تمشي الأرباط يمكنك تدور على الياسر ولكن ما عندي مش PLAT تجبرني يعني لا معندي أنا سنعطف إجباري أو عندي طريق أو تعرف إجباري لكي يجبدك أنك تدور على الياسر فقط لدي علامه تقولك، إذا هرран إتمام الضيبات يمكنك الدور على الياسر ولكن ليس واجب علي أن انتضر أنا على الياسر يمكنني أن نتضره على الإيمان وإنشب علامه الذي يجدني أني نتضر على الياسر فهو ايه اس واجب علي تسفر علامه الآن الجواب هو لا لهذا ما عندي شي علامه الذي يجدني أن تشوير الطرقة يمنع. قيام بنصف دورها ندور على العسر. كي يعلم علاء. منعرج على العسر ولا تحديث السرعة. إذن تشوير الطرقة يعني لك به تشوير العمودي والأفوقي. تشوير العمودي عندي هذا. هذا البلاكة ما تقول لي؟ تقول لي من منوع عليك تدور على العسر. هذه هي المعنى ديالها تشوير. تشوير عمودي هذا كي تسمع علمات تحديث السرعة. يعني يقولك لا تعدى 40 كم. يعني تمشي في 40 كم. لا تمشيش بكثير منها. هذه سوى أو أرامة تقول لك بأنا أو كتعلمك بأن نرى فيراج أيضا على العسر. وهو السام الفلش غادي على العسر. هاد السام البيض غادي على العسر. يعني كي يقول لك بأن الفيراج غادي على العسر. وعندي تشوير أفوقي. عندي هذا الطرطوار مصبغ بالبيض والحمر. كي يقول بأن ممنوع التوقف. هنا ممنوع تستاسيوني يعني ممنوع تباركي. ولكن لو بريتي توقف باش تنزل الشراكي بمثلا ممكن. وعندي كذلك خطوط متقطعة في البعيد. هذه التي تسمح لي بالتجاوز. بإمكاني ندوبل. هاكو. هذه مفهومة. هنا قلت تشوير طرقي كي يمنع ماذا القيام بنصف ضواء. ما عنديش أي شيء على مالك تمنعني أنني ندير 200 تور. دونك لا. ولكن واش عندي تشوير طرقي كي يمنع نضع على العسر بطبيعة الحال. ها هو. ها هو التشوير اللي يمنعني أنني نضع على العسر. إذا الجواب صحيح هو خمجوج. قال كي يعلم على لا. ما نعرج على العسر بطبيعة الحال. هات الصيوة كتقولي بأن غافيراج يضع على العسر. إذا الجواب صحيح واقم ثلاثة. وتحديد السوعة نعم. الجواب صحيح واقم أربعة كذلك. حيث عندي علامة تحديد السوعة. اللي كتقولي منتعداش 40 كيلومتر. نمشي إما بعشرة 20 أو 40 منتعداش 40. دونك الجواب هو جوج ثلاثة أربعة. السؤال نوالي. قال كلمرور ممنوع على العربات ذات الأسبقية. واش المرور ممنوع على العربات اللي عندهم الأسبقية. بطبيعة الحال ما كينشي علامة تمنع العربات اللي عندهم الأسبقية أنهم يدوزوا. إذا الجواب هو لا. رقم جوج. على العربات نقل بضائع. واش المرور ممنوع على العربات نقل بضائع. واش كينشي علامة تمنع العربات ذي النقل بضائع يدوزوا من هالطريق. ما كيناش كين فقط شوير عمودي واحد او علامة مانع واحدة هي كدهولك العربات اللي كتتحمل او كتهز نواد قابلة للاشتعال او قابلة للانفجار بحال هادوك 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 ممنوع لهم يدوزون هالطريق اما شراخه كله مسموح له يدوز اذا نجاوب وجوج اربع سؤال موالي قالك الطريقة الموجودة على لي من ديالي هادوك 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 ممنوع على العربات المجرورة بالحيوانات بالعكس انا عندي تشوير عمودي علامة اجبار علامة دائرية والقديل الزق الي كدهبت العربات المجرورة الي كي جرواها الحيوانات انها تدوز من هادو السلك و تحتم شرك له فلاش يعني كيبين ieóst الى السلك يعمى gewe كوف قال خاص بالعربات المجرورة الي كي كيجرواها الحيوانات ماشي ممنوع إذا ظهل العربات الموجودة ممنوع على العربات اللي جاوباAm اذا بلأكسية خاصة فيه هادوى سؤال موالي ڭاش نمشي السيدي علا التاعذي وجئه كاتلي الفمتر نعم أم لا شوف ديما من تلقى واحد البلاكة مربع والقلب دياله مليونة برزق هذي علامة إرشاد وفي القلب النات تكون كتوبة موضون بحالها كمولايبوت الهام طنجة وعندي أنا لا فليش غادي نيشان إني قالك إذا بريتي تمشي للطنجة أو مولايبوت الهام يمكنك تبقى غادي نيشان يعني الصوعة ديالك تكون محدة في 120 كم حيث هنا قد تلقى بغيار تلقى ختم تصل مجياد ليسه وتلقى هاد البلاكة على هاد الشكل عرفها سكفلو توروت لوت وروت الصوعة ديالك تكون في 120 ولكن لاحظ واحد الفليش كتضو على جياد ليمن لاحظ هاد الفليش يعني شنون معنى ديالها كي يقول لك يعني إذا بغيت يتمشي لسيدي علالك تازي يمكن لك تقبط طريق اللي على ليمن إذا قبطي الطريق اللي على ليمن يعني غاكتكون في مثلك تباطئ يعني خاص كتبط الصوعة ديالك كحد أقصى كتكون 80 كيلومتر يعني عندما تقبط ذلك مثلك تباطئ يعني تخرج من لوت وروت وغاهدر لك هنا ألف متر يعني على بعد ألف متر إذا قبطي الطريق اللي على ليمن اللي قاتت تخرجك في واحد طريقات ديالك تزيدي علالك تازي لكن نغمال ما تخرج من لوت وروت يعني على بعد يعني إن فتلقى البلاكة فيها سهم طالع أو سهم حن فتحصل على ليمن كبطي اللي يعني كبطي اللي منmond يعني على بعد ألف متر حاكي يقول كتتخرج من لوت وروت وما أتقلش لوت وم�� أدخل إلى واحد وهل نتائي أ confuse سيدي علالك تازي wondering why should we stopبطي Llلالك لكن أصلت ليلto 1000 متر للقي fact I am quiteaciones لكن بالاكس أنا على بعد ألف متر يلا impacts الجهر是我 حصل للمنبطي وما آخر ships بHiress اللي بدوني بجلبية مصر ب my espíritasy يعني لازال يعني ضغط الطائق على البحر ما بنكون بالاسطه طريقة لذلك أعتدل أنا ألف متر لعودة تبارس أني أعتدل ألف متر لرجة من المنف هذا الجواب علي ما من هو نوع من هن tank outside ناعش مسadow light ومع vecx progressively قبيت اليميني. هذه السامتكيبيا. قبيت اليميني إذا نخرج من الوتورود. وندخل الطائق الخوالي أتتيني السيدع للتازي حيث أنا قالك باش نمشي السيدع للتازي؟ إذا كممشي خاصني واجب علي أن نأخذ الخرجية الإجاية. أخرج من الوتورود ونأخذ طائقة لي على الأيمين باش نمشي عادل السيدع للتازي. لأن نظن هذه واضحة. سؤال الموالي. قبلك هذه العلامة التي هي هذه. واش كاتمنعين ضغ على اليسر هذا كيتسمى إنعطاف إجباري على اليمن يعني إجباري عليك الضغ على اليمن ممنوع عليك الضغ على اليسر هي المنص security وهذا العالمي في الم Eunice السؤال المؤوري الخطأ من للمسيواناه وهذا الفئة المنصير على خطأ قال لك خطأ مغل الحيوانات وش كيف يبدأ على بعد 500 متر ولا على بعد 150 متر دايجة قلت لك منين الموطلات يكون تفتمنوا واحد البعد مكتوب ولكن الجوانبدي يالون عندي أسهم بحال هكا فهدك تعني على طول أو على امتداد أو على مسافة 500 متر ماشي على بعد يعني هنا أنا خارج المدينة يعني على بعد 150 متر ألقى خطأ ليهم الحيوانات الأليفة سواء أبقار سواء معين سواء خير فان يعني على بعد 150 ومنين أنا وصل الخطأ ذاك الخطأ سيمتد معايا يعني يبقى غادي معايا 500 متر كلها وأنا ذاك الحيوانات تابعيني تلك نقطع 500 متر عاد ما كيبقاش ذاك الخطأ ويمكن لي ذاك ساعة مشي بالصوعة ديالي منين القادة البلاكة وانا غادي كنبقى ناقص الصوعة ودائر أتنسيون داكور إذا خطأ المغل الحيوانات بدي أنصور كيبدأ على بعد 150 متر وكيمتد على طول أو على مسافة أو على امتداد 500 متر هذه المعنى ديالهاتي كنظن هذه واضحة هذا العلم أقل كتعلم على طاقة في حالة سيئة وأشغال هذه باينة غايمت صويرة شخص هزبالا يعني راح أشغال باينة وغا باينة غنطيق لحت تركتور هنا يعني راح باينة أشغال يعني هذا أنا بالنسبة لي إذا تعطى وكيد تعطى هذا كسؤال ضروري هذا السؤال كتعطى تقاوح هذا البلاكة ضروري كتعطى في المتيحان كيقولك واش أشغال ولا هذا وشنو ندير يعني واش نخفر من الصوعة فمن يطلقى هذه العلم أشغال خاصة دورت من قسم الصوعة وبطبيعة الحال هذه العلمة كتعني على أشغال إذا الجواب واق نجوش هذا كادو كتعط هذه العلمة كتعلم على مدخل طريق السيار كنترول ممر على السكة الحاددية هذه دي جا كنا قلناها في الدرس من يطلقى هذه العلمة هذه كتعني مدخل طريق السيار أو بداية طريق السيار يعني عادة تخرج من طريقة وطنية أو تقعدية ودخل في لوتوروت وإن ألقيت هذه نفسها ومدروبها بخطة حمار المعنى دي لها هي نهاية الطريق السيار يعني ستخرج من الطريق السيار ودخل في طريقة عادية إذا الجواب واقم واحد السؤال هذا كيقول لك الصوعة دي غد تحدد في 60 كم نعم أم لا لاحظ عندي علمات تحدد الصوعة كيقول لك خاصة تمشي ب60 ولكن عندي تحت منها علمات كميلية فيها شحينة ونكتب فيها 5.5 طن يعني العربات اللي الوزن دي لها كيفوق 5.5 طولية 5500 كيلوغرام هم اللي الصوعة دي لها لونك تحدد في 60 ما يمكن لونشي تعدى و60 أما انت اللي صيارة عندك الوزن دي لك مع الحمولة 3500 ما كتعداش فيمكن لك تمشي بكتر من 60 أنا خارج المدينة إذاً يمكن نمشيتها ب100 كيلو متر ما نتعداش غير صوعة المحددة ليا 100 إذاً واش صوعة تحدد في 60 إلا هذه كتخص الشحينات أو العربات اللي وزن دي لها مع الحمولة كيفوق 5 خمسة فسنة خمسة طولية صافي قالك أنا واش كان سير في طريق صيّة يعني الآن إني كيقول كان سير يعني الآن دابة واش أنا كان سير في طريق صيّة الجواب هو لا علاش حيث لاحظة هذا الفلش هذا الفلش فعلا فيها في صغبات كييقول لك يعني لو بغيت تمشي في صغبات شو الله يمكن لك الضوء على ليمن ومنين الضوء على ليمن عادك ساعة تتوليك تسيفلو تولوك حيث هذا الفلش راكتو الضحابي يعني هذه العلامة دي ما كتعني على الطريق الصيّة إن فتلقها عفاتك بتخلو توروت يعني قلتها لكم أنا عادة بقولتها لي يا هاتي اشتيا ولكن تضغو على ليمن أنا هنا الفولون ديالي أو الطنوبيل ديالي واش أنا ضغط على ليمن ما زل ما ضغط ها ولا يصغب بإمكاني أنا ضغو على ليسر أنا معارفش طنوبيل واش ده بأضغو على ليمن ولا على ليسر كان كانت ديجا يشدني من ديالها هنا يعني هايا في ليمن أنا عرف بأنني كنسير في طريق صيّة ولكن أنا ما زال ما عرفش راسو واش نضغو على ليمن ولا على ليسر يعني إلا ضغط على ليسر ما أبقاش كنسير أنا في طريق صيّة فوقاش أنكو كان مشي اللوتول إلا ضغط على ليمن وهات شوي العامودي كي يوضح لي هاتش إذن أنا طنوبيل ديالي ما زال ما ضغط لأ ليمن على ليسر إذن أنا ما كنسيرش في طريق صيّة الآن هذا بفضل حد أني ما كنسيرش في طريق صيّة فوقاش أني كنسير في طريق صيّة نكون صافيخ ذات ليمن ديالي بحالة طنوبي لاحظ بحالة طنوبي دبها هاتي ستسير في طرد ولكن أنا إلا أنا ما زال ما ضغط مقدر أنا نضغو على ليسر ما بريش أنا مشي على ليمن دونك ما أنكون كنسير طريق صيّة يعني أنا ما بريش مشي في صوبات بري أن نتبع تجاه آخر داكور دونك هذا ستعطيك بياج فقط كي يلقى غير هذه البلاقة كي يلقى هذه العالمة صافي أنا كنسير في طريق صيّة هم يتعطيوها غير بياج باش يأفوك وشك تفهم ولا كتحفظ فقط فأنت خاصك تكون فاهم ليك وضبط ديما من هنا الطنوبي تكون حطوطا ويعطيك هذا الفلاش وانت ما زال ما قبتش طيقلي على ليمن راك وانت ما زال ما تستيش في طريق صيّة وكان الطنوبي ديال كان صافي ودخلات هنا راهمون هالطنوبي فهنا أتقول بأنني كان سيف طريق صيّة كان سيف لطرود وفاش تعرف أصد ساعة تتلقى البغيار تتلقى تتصل في الجهد لا يساعة عفاس كيف لطرود ولكن أنا داب ما زال لذا هذه واضحة سؤال موالي قلتك هذه العلامة تعلم على أن هو واجب أن ننظر على المدار ونجي تليمين أو نقوم بنصف دورة هذه العلامة ما تعني هذه المدار أو رمبوان ها يرى بينا من هنا رمبوان ها هي الطريق كتبين بأن هذا رمبوان إن فتلقى العلامة أعرف أنك ركف مدار هذه طريق أو اتجاه مداري إجباري يجبارك أنك تتبع هذا الأسون ظهر بالطبع يعني واجب هذه العلامة تعلم عن أنه واجب وأن ننظر على المدار ونجيد ليمن خاصة ننظر على المدار ونجيد ليمن لإج密 تعني ننظر على المدار ونجيد ليمن فيها لدي الجواب هو واقم واحد 性 تعلم حيان الحص الحص إلى تعم intuitive إذا ترغب هذه العلامة الصغيرة مثل هذه المعنى تطيعوا المزرار بين قوسة والحصن ما هو المزرار الصف Activтор يصبح الصغيرة والحجير التي تقوم بسيطار Lightning في العمورة المزرار ذكر تقن آره لهذا استطاقت المزرار أو الحسن ف señora li ينقر صغير أماد ,الائمة تعليم PRO Mensch عندما أنلاعي علامة يتatasيق بالحجرة بإدى عمور سيطار طريق سيطار مارا اثناء الأمروا لك في João يقول لك انتباع خطر سيكون تطاير الميزار وفي الحصار منذ الحجار الصغير لجواب واقم واحد وهذا يقول لك هذا العلم واذا تعلم به يوم بالنهاية منع الاستعمال المونابس الصوتي واذا تعلم به يوم بالنهاية هذه العلمة منع المنبس الصوتي يسي انتهاء المنع انتهاء المنع يقول نك يكون دائري و القلب بيض دوء بدور بخطك حلو لغم ذي، هذا علام دائريا والجواني ديالاب الحمار هذه علامة منع والمشين تيها المنع إذن هذه علامة مانع المنبه يعني هنا ممنوع الكتكلاكسوني ماشين تيها المنع يعني نسموح الكتكلاكسوني لا هنا ممنوع إذن واش هذه العلامة كتعلم بنهاية منع السيعمل المنبه لجوابه لا سؤال موالي، قلك هذه العلامة كتعلم على أني غادي ندخل تجموء ساكني نعم أم لا شوف ديما مني نطلقات شويل عمودي بحال هكا، ونكتوب فيه مدينة رابا ولا كازا ولا فاس ولا ولا عرف بأنك بدخلت تجمع سكاني ادخل المدينة هنا مكتوبة غباط إذن ركنت في تجمع سكاني بعض المرات كيجو يديلك وحد شوير بعيد ويقولك مرحبا بيكون في الداخلة أو مرحبا بيكون في موراكوش مرحبا بيكون في فاس هنا رأى كتعرف رأسك إفو يديرلك هذه وخاتكم بعيدة عرف رأسك دخلت تجمع سكاني رد باك دونك من تلقى هذه قلكوش هذه العلامة تعلم أن ندخل تجمع الجواب هو نعم سؤال موالي قالك هذه العلامة واش تمنع المرور على العربات اللي كي تعدى العلو ديالة 3.5 متر نعم أم لا شوف لاحظ مني نتلقى هذه العلامة دائرية الجنوب ديالة الأب الحمر علامة منع مكتوب في وسطها 3.5 متر تقدر تكون كتوبة 4 5 جوج عندي مني كتلقى الأسهم هنا طالعين على هذا الشكل يعني الفوق هذا كي تسمى الارتفاع أو العلو يعني كي يقول لك العربات اللي الارتفاع ديالها أو العلو ديالها كيفوق أو كيتعدى 3.5 متر هم اللي ممنوع لهم يدوزوا من هنا ولكن اللي العلو ديالها أو الارتفاع ديالها هو 3.5 متر يمكن لها تدوز من هنا بعد المرة يقدر يقدر يعطيك نفس سؤال ولكن يعطيك بياج ويقول لك هاد العلو ما واش كتمنع لما على العربات اللي العلو أو الارتفاع ديالها هو 3.5 متر الجواب هيكون هو لا رب ادعال واش كتمنع بالعكس العربات اللي العلو ديالها والارتفاع ديالها 3.5 متر تايين كي لا تدوز ولكن غير ما تكونش كتعدى 3.5 متر فهاد العلو ما ketمنع العربات اللي العلو او الارتفاع ديالها كيتعدى او كي فوق 3.5 متر هاد الاسهم کہت�يوم هنا لثقين في الجوانب هنا هذا كي تسمى العرض يعني العربات في العقد دياله كي فوق 3.5 متر وما ان وست هناك وإن كالاسهم جايين هنا يعني كاحزين ما جايينش لثقين هنا هادكي تسمى الطول يعني العربات اللي الطول فوق ثلاثة متر همان يدوزوش من هنا نظن هذه واضحة ندوز سؤال موالي قلتك ابتداء من هذه العلامة هاتشوي العامودي وماذا يمكن ينسوك بسوعة ثمانين سي كيلومتر اهاملة انا بعدها فئينا طريق انا خارج المدينة خارج المدينة قلنا السوعة المحددة تكون عندي في مئات كيلومتر عندي هاتشوي العامودي كتسمة علامة انتهاء المنع يعني اي حاجة ممنوع عليك الدينة دابا مسموح ليك هذه فيها ثلاثة الانواك كان علامة انتهاء منع التجاوز يعني كان ممنوع عليك الدوبرة دابا ممكنك الدوبل كان علامة انتهاء منع الموالي hacemos الانون بيه لانا كان هنا في قلبها كلاكسون كان ممنوع عليك كلاكسوني دابا مسموح ليك ولا علامة انتهاء منع تحديد الصرعة يعني قلبها تلقى مثلا 40-60 كان ممنوع عليك تمشي بكتار من 60 أو 40 دابا بإنك أنك تمشي بها الشرط ما تعداش الصرعة المحددة فهذه انا لم اكتوف فيها ولو ولكن هذه تعبر لي على علامة انتهاء المنع يعني كان ممنوع لك تمشي بوحد الحاجة هذا بمسموح لك تدير لبغيتي ولكن ما تخرقش القانون فقط إذن هنا أنا خارج المدينة خاصة يمشي بمية ما تعداش يمكنني مشي بثمانين يمكنني مشيتها بثمانين إذن روش يمكنني مشي بثمانين نعم حيث أنا عندي علامات انتهاء المنع اللي كتقول لي بأنني يمكنني مشي بأي صوعة بشرط ما تعداش الصوعة المحددة لأي مية كيلومتر حيث أنا خارج المدينة كان ظن هذه واضحة سؤال موالي قال كلمون عارج الأول ضايرة على اليسار ولا على اليمن لاحظ داب هنا بالأكس الفيراج هنا بعدها عندي موتلات نتيبها خطر يعني هاد العلمان تقدمها للخطر بيني وبيني واحد البعد لاحظ هنا يا شنو عندي عندي أنا داب هنا يا راني خارج المدينة خارج المدينة يعني على بعد مية وخمسين متر أنا لقى فيراج الفيراج اللي هو الكيدور على إذا لاحظ الطريق هنا كانت هذا وعواجت شوفين مشياتي على الجهاد هي ليسر يعني أول فيراج يضع على ليسر إذا الجواب هو رقم واحد لذلك قال لك هذه العلمة لا تتعلم على وجود طريق السيارة مسدود ولا نهاية الطريق السيارة دايج أقول لكم قد تلقى هذه العلمة وتلقى دروبها بخطة حمر عرفوا هذه نهاية الطريق السيارة يعني سوف تخرج منه توروت صافي إذا الجواب هو رقم جوج هذه سهلة سؤال آخر هنا قال لك سوف تنسف طريق وطنية أو جهوية لاحظة ملون بالحمر من يكون ملون بالحمر طريق وطنية من يكون ملون بالخضر طريق غابوية من يكون ملون بالصفر طريق جهوية من يكون ملون بالزرق أو طريق إقليمية إذا ملون بالحمر طريق وطنية يعني تتكمل دينا طريق وطنية إذا الجواب صحيح هو رقم واحد دونك جي سبير كنت تكونوا اصفتون من هذا الفيديو و اصفتون هذه الأجلاء بستاء اللي عنده علاقة بتويت طرقي بهذا نكون كم متلكم جميلك أو الحالات اللي تطرح في امتحان و اللي عنده علاقة بتويت طرقي إلا شي حالة مشتاش بطبيعة الحال في المرحلة الثالثة من أنكم كان للكم تصحيح ديال السلاسيل من السلسلة واحد للسلسلة الاربعين كل سلسلة في اربعين سؤال هادي نحاول نشوف الحالات اللي ماشتش و المهمة ديالكم جميع الحالات اللي كي تطرح في امتحان و كان وعدكم إلا ضبطتم عياري هاد الشي كان وعدكم إن شاء الله تجيبو اربعين على الاربعين و تجيبو كل شي صحيح حيث بغيما ما كيخرجوش على هاد الشي لأن هاد هم القواعد اللي كي يعطيوه وهاد الشي هو اللي كي تطر صافي دونك الفيديو الماجي إن شاء الله هادي نحاول ديالكم السلسلة خاصة بالوقوف والتوقف و نعطيكم جميع اللي كاو الحالات اللي عندهم على قبل الوقوف والتوقف شو كان على التعتبور ما تنستوش تباطاجوا مع أصحابكم باش يستفدو تنوبة تفعلوز للجاز باش يوصلكم جديد تقابونا معي في شين يوتيوب كارين في لالي باش فيسبوك كارين في لالي تير بلسلس كايف كانتمنى ما تبخدوش عليا بالكومنتاج ديالكم بالبارتاج ديالكم دعموني باش نعطيكم كتر و شو كان على التعتبور